مقطع اللي وبإذن الله تعالى راح نكمل ألا وهي سلسلة ريكوروم ستوديو وراح أشرح اللي هو عن المتريل المتريل بالأصح تقدر تقولون ألا وهي الجلد اللي تكون على المجسم على سبيل المثال إذا أنت ودك مثلا تسوي جدار واقعي فهذا الشيء مرة راح يفيدكم بكثير أشياء حرفين بإذن الله مع الوقت راح أشرح لكم يعني بإذن الله تعالى يعني إن شاء الله في مقطع اليوم تستفيدون كمان لا تنسوا صنع رسول الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وتحطون زر اللايق عشان تدعمون هذا السلسلة لنبدأ الشرح للأموال أنا مرة متحمسني بإذن الله تعالى أشرح لكم فايب نقول بسم الله توكلت على الله مبدئيا أبا والشيء هو أوضح لكم اللي هو يمديكم تنزل المكعبات دوائر ومن هالكلام عن طريق أنكم تضغطون علامة الزائد هنا من ثم تروحون 3D object اللي هو هي المجسمات 3D ومن هذا الكلام يمديكم تسوون تيرن وهالكلام هذا مع الوقت إن شاء الله بشرح لكم عندكم اللي هو الكيوب مثل ما أنت تشوفون المربع وعندكم الاسفير ألا وهي هذا الدائرة أوكي الاسفير هذا الشيء صراحة مرة راح يفيدكم في البلد تخسرك رومستوديو عندكم الكابسل فيب حبيت أوريكم أن المجسمات هذه يمديكم تطلعونها في علامة الزائد وكمان 3D object فيب هذا ما هي موضوعنا الأساسي موضوعنا الأساسي عن ألا وهي المتيريال فمبدئياً هنا تحت أنا عن نفسي أحب دائماً أسوي مثلاً مجلد جديد وأحط أغراضي في المجلد الجديد علشان ما أتلخبط بين أغراضي اللي أنا اشتغلت عليهم ومن هالكلام فإيش راح نسوي؟ نروح لهذا المكان تضغطون كليك يسار ومن ثم تروحون فوق تضغطون على كلمة الكريات وتروحون يمين بعدين تروحون لكلمة الفولدر حتى تفتح لكم ألا وهي ملف جديد مثل ما أنت تشوفون فأنا الملف الجديد هذا راح أحطه مثلاً زد هو الملف الزد حقنا فالحين راح أنزل مثلاً متريل ألو هي تضغطون كليك يسار تروحون فوق كريات تروحون يمين تنزلون تحت بتلاقون في كلمة اسمها متريل فأسمي المتريل حقي مثلاً اختصار لكلمة سفير مثل ما أنتوا تشوفون طيب أمون أنتوا يمديكم تشتغلون في المتريل هنا ويمديكم تحطونها على الشيء وتشتغلون عليها فأنا إيش راح أسوي؟ راح أشيلها أوكي وأسحبها وأحطها هنا مثل ما تشوفون أموني شلون مثل ما قلت لكم يمديكم تشتغلون عليها من ثم تسحبونها تحطونا هنا أو مبدئياً إذا مبدئياً كليلاً عليك شو؟ تطول عليها بالماوس وتسحبها وتحطها على المجسم اللي أنت ودك تعدل في المتريلز حقها في الجلد حقها في اللون وكل شيء فمبدئياً راح أشرح لكم آلية عمل اللون مثلاً الميتاليك وهالسوال هنا طبعاً الرندر فيس هذا يعني تكون داخلياً خارجياً أو داخلياً خارجياً أنا ما أهتم في هالأمور أنا أحط فرونت حتى يبين اللي هو مبرع عندكم كذا جمالية يعني فأنا دائماً أحط فرونت أساساً أولاً في البيس ماب هنا يمديكم تغيرون لون المتريل على سبيل المثال تقدرون تحطونها أحمر يمديكم تحطونها أصفر أنا عن نفسي بحطها مثلاً أحمر حلوين؟ حتى يعني تمام؟ طبعاً هنا عندكم ميتالك ماب إيش معنات الميتالك ماب يأمون ميتالك يعني ميتال يعني حديد صح ميتالك يعني حديدية فإيش المقصد لحنا نشوف أركزولي على الكورة اللي تحت هنا اللي أنا أحركها إذا رحنا آخر شي على اليمين كذا آخر شي على اليمين شوفوا كيف شكلها صار صارت كأنها حديدية بحيث أنها حتى أشعت الشمس تلقط اللون هذي فالمهم برد جعلها طبيعتها كذا آخر شي على اليسار السموذنس السموذنس أنها يخلي التكستشر أو الجلد حقها ناعم مثال بحط يمين آخر شي شوفوا شكلها إيش صار صارت كأنها كرة البلياردو كذا حرفيا مرة كذا ناعمة هذا من ناحية السموذنس أنا رح أرجعها زي ما هي هذه من ناحية اللون طيب أمون أنا أبغى مثلا أحطها على سبيل مثال شفافة هذه المجسم حقي شلون أعدكم هنا سورفستايب سورفستايب معناتها لو هي نوع الطبقة حلو عندكم OPQ وعندكم Transparent رح نحولها إلى Transparent أول ما حولناها إلى Transparent ألو هي سورفستايب Transparent نروح للمكان اللون تضغطون عليها ضغطة تنزلون تحت آخر شي بتلاقون في FLA فيه كذا تقدرون تحطونا شفافة على آخر شي يبين شوية وهاكذا مثل ما أنتوا تشوفون طبعا بتجيني بعض الأسئلة بتقول طيب أمون سؤال في السيرفستايب حتى إذا حطينا الأوبكيو هذا ورحنا لللون موجود هذا الإيه طيب جربوا تسوها أخفاء ما رح يمديكم شوفوا حطيتها أخفاء على آخر شي ما نخفى ليش لأنه لازم تحطوها Transparent أوكيو حتى تصير شفافة فأنا برجعها على طبيعتها عشان الأمور تكون طيبة وكل شي طيب أمون أبغاها تكون لونها كنها نيون كذا حرفيا اللي يعني تفقى على العيون إيش لون عندكم خيار اسمها Emission حلو ال Emission هذا لما تضغطوها طيب أمون ما استوى النيون إيش السالفة لازم تحطون اللون هنا اللي هو HDR تضغطون عليها ضغطة وتختارون اللون اللي أنتو وتكون يا شوفوا اللون تفقى على العيون ألاو هي نفس النيون بدرجات مختلفة هنا لإنتي سيتي تعلون الدرجة أو تقللون الدرجة يعني من هالكلام فما رح نحتاج لل Emission حلوين طيب حاليا رح ننتقل متريل بنوع ثاني بنوع متقدم جدا ألاو هي إذا أنتو وتكون تساوي جدارية مثلا عالية الجودة خيب خلوني أسوي كليك يسار وأروح أسوي material again عشان يعني يكون أنظف نروح للمتريل أوكي ورح أحط كيوب أي اسم سموها عادة واسأنا أسميها زي كذا طيب أنا رح أحذف ذولة حتى ما تلت لخبطون ونشيل هذا لأن خلاص وردي خلاص وضحنا كل حاجة هنا ذحين الكيوب يا جماعة مبدئيا مبدئيا أنا عطيتكم هذا الموقع في المقطع الماضي يمديكم تختارون فيها أي غرض من الأغرض وبأقول لكم كيف يتركبونها ومن هذا الكلام فعلى سبيل المثال أنا رح أختار خلني قول مثلا أنا خلوني أختار هذا الشي خلني أختار ذا أوكي وراح أضغط أختاروا أي شيء عادة أنا أختار هذه رح يجيكم عبارة عن ملف مضغوط طبعا يمديكم تسوون هذه الأشكال وهذه الأشياء لأن أصلا نحن بوضح لكم كل شيء طيب هو رح تجيكم شوفوا ملف مضغوط فكل اللي عليكم تضغطون كليك يمين extract all حتى تطلع لكم الملفات كاملة مثل ما تتشوفون هذا هو الأشكال طبعا هذا الأشكال هذا الأشكال يمديكم تستخدمونها في التغميج وفي التلوين ومن هالكلام لكن أنا بعطيكم الشيء اللي أنا بالنسبة لي أشوفها أفضل أوكي أنتم ممكن تختارون تحطون يعني بأسلوبكم بطريقتكم مبدئيا أمون إيش هذولا إيش ممكن نقدر نسوي الحين أنا بقولكم طبعا أول شيء أنا رح أحط هذه أضغط عليها ضغطة مطولة وأسحبها وأحطها في الكيوب حتى يبين عندي هنا كل شيء ونضغط ضغطة على المتريل ليش علشان يبيننا في الانسبكتر حلوين أمون في عندنا بيزماب عندنا نورم الماب عندنا أكوليشن طبعا رح ناخد ثلاث صور رح نحط قصدي في البيزماب وهنا وهنا رح نحط في هذا الثلاث عماكن طيب أمون إيش تنصحينا الحين أنا بقول لكم البيزماب يعني كالر مثل ما تشوفون الألوان فخللنا نروح للملف هذا الصورة مكتوب كالر فإيش رح نسوي رح ناخذ هذا ونحطه في البيزماب ليش لأن هنا لون فكالر يعني هنا بيكون حلو نورم الماب أمون هذا إيش تنصحينا نحط نروح للصورة شوفوا مكتوب هنا نورمال ونورمال اختاروا واحد ما أنا عمسي أختار هذا شوفوا موجود في الاسم أساسا في الأوكليشن أي واحد تنصحينا في الأوكليشن هذا هو شوف مكتوب هنا أوكليشن طيب عندكم خيارين حتى يترسبنون هذا الثلاث الصور في ريكورم ستوديو أول خيار تروحون هنا تضغطون كليك يمين بعدين تروحون import new asset حلو من هنا تقدرون تختارون أو الأسهل طريقة اللي أنا أسويها تروحون هنا خلنا نصغر حلوين مثل ما تشوفون أنا على الناس شو بأسوي رح أضغط control أضغط على يمديكم واحد واحد تنزلوها بس أنا بنزل كلها مرة وحدة control أروح للأوكليشن وأروح للكلر وأروح للنورمال جيل وأسحبهم أحطهم هنا حان وقت التركيب رح نضغط ضغطه هنا بالمتيريال ونروح ناخذ الأوكليشن أو خلنا نبدأ يعني كذا ترتيب عندنا الكلر نسحبه ونحطه في البيزماب النورمل نروح نسحبها ونروح نحطها هنا طيب مثل ما تشوفون طبعا يا جماعة هنا ملاحظة لما تحطون نورمل ويطلع زي كذا لازم تضغطون fix now ليش لأن ركروم ما تتقبل أي تكستر ما تتقبل أي جلد أو أي شكل من الأشكال فعشان نحنا نطلب من ركروم ستودية تصلحها نضغط fix now هنا مثل ما تشوفون خلاص الحين صلحوها للون وامور طيبة يمديكم ترسبنونها فركروم أخيرا ليس آخرا عندكم الأوكوليشن ماب الأوكوليشن ماب عندكم تمسكونا تسحبونا تحطونا هنا إذا أموركم مرة في السلي مثل ما تتشوفون صارت كأنها واقعية يمديكم تغيرون اللون عن طريق البيزماب مثل ما تشوفون تضغطون هنا ضغطة تسوون تلونونها بطريقة اللي أنتو تبغونها مثلا إذا ما تبغونها حطوا أبيض آخر شي يمديكم تحطو لها متالك حتى تصير حديدية مثل ما تشوفون تحت زي كذا وبرضو يمديكم تحطونها سموذنس مثل ما تتشوفون كذا فيا بالحيل أمور إيش معناها تلينج تلينج يمديكم اللي هو توسعون الجلد مثلا أحيان على سلي مثلا شوفوا هذا واحد واحد صح الحياة مثلا نحطوا اثنين اثنين شوفوا صغر المربعة صارت صغيرة طيب خلني قول مثلا أربعة أربعة صغر بزيادة طيب خلني قول مثلا صفر وعندكم هنا مثلا صفر شوفوا كيف صارت المربعات كبيرة فيبين يعني المهم زي كذا يعني وكذا بفضل من الله الحمد لله خلصنا من ناحية المتريل وباقي في زيادة ومع الوقت إن شاء الله أشبكم بإذن الله تعالى في مقطع جاي مع السلامة